السلام عليكم الخوان إن شاء الله رأيكم بخير يعطيكم صحة لرأيكم تبعوه وديزيد بول راح نتكلم على مباراة الجزائر أمام النيجر ربحنا 6 أهداف مقابل واحد ورح نهضروا على الشوت الأول والشوت الثاني قعوه وش سرا كيفاش لعبوا النيجر وكيفاش لعب التزاير وعلش كانوا عندنا صعوبات في الشوت الأول تبعوا معايا أولا نظام اللعب سيستام دوجو تعالنيجر كيف شاهدت القابل اللي كانوا يلعبوا بربعة تنين ثلاثة واحد بصحية ما كاش منها كانوا يلعبوا بثلاثة في المحور كيف شاهدوا المباراة كمبلي سمحونا على كل حال الكاميرات الشاكر ما خلتنيش نحنل المليح على المباراة ما يفلمي وش مليح يفلمي بزاف قراب على الميدان والكاميرا هابطة شوية ما تقدرش تشوف الكتلة ما تقدرش تشوف تحركات اللعبين سييت نحلل وش قدرت ويعني وش شفت في المباراة بثلاثة اللور وتشوفوها يعني في الهنايا في هذه اللقطة في الدوزيان ميتان تشوفوا بلي كانوا يدافعوا بثلاثة في المحور ملي مليوتران كانوا قاع هابطوا شغل كانوا إرهاق في الفريق النيجيري ولو يهابطوا قريب قاع الفريق في الدفاع كنا نسيوا نخرجهم ونعاودوا نبغتهم بالمرتدات ما راح نحضروا على هذه الأمور من بعد أولا الشوط الأول كانت عندنا صعوبة كبيرة في الشوط الأول ضغطوا علينا جاءوا يضغطوا جاءوا يسجلوا الأهداف ما جاءواش بش يدافعوا قالوا كانوا لعبوا مع شمبيون ضافري كمارانا خاسرين وعالوا على بالنبل خاسرين ضوك حبوا يغامروا وكانوا يضغطوا علينا ضغطوا علينا ضغطوا على المحور ضغطوا أمام على مبو الحيف هذه اللقطة وكان مضطر تشتيت الكورة كانوا عندنا صعوبات في الجهة اليوم يوسف عطال كانت عنده صعوبات دفاعيا وكان لقاطات طبعا نهضر باللغطات هنا يوسف جاءوا قلعونا من الجهة اليومنى من الجهة اليوسرى تحهم زروقي دار خاطئ ميبون كانت تمرير خاطئة مانديم ما رأيكم تشوفوا التمركز تاع عطال باك خاصات وشوية منافسة ميوالا تشوفوا بالليف اللوضعيات ماندي هو اللوضعي كان متأخر هنالتاني اللوطاκون تاع نيجر كانت عندهم السرعة كما قلتلكم قدي بايور هذا وعندهم صوزة هذا كله يحدث لليجري تاني وماندي كان يستطيع التغطية وزروقي كما رأيكم تشاهدون هنا كان القليسمان في ماندي ومورا كان بدران وكما رأيكم تشاهدون فارس وزروقي الذي يغلق الزاوية للتزديدات البعيدة مما كان عطال كانوا عنده بعض صعوبات دفاعيا لا نقول لي عطال لعب عطال يعرف لعب موهوب وكذا هجوميا شاهدنا وجدار في 200 مطال مما دفاعيا مخصوص مخصوص هل بدانيا لا يوجد مليح هل خاصاته منافسة او لا يعرف مركز ودفع مشكيش لا يعرف مدفع ولكن دفاعيا لا يوجد مليح الضغط على الدفاع الضغط على الميليو لم يحبوش يطلقوه وزروقي كل مكان يمس الكورة تسمعوا المدرب بتاع النيجر كان عندو سينيال يعيط كان مكاش يقول آسم ولا كان عندوها سينيال كانت عاودوا تدير المباراة تفهموا شاني كان دايما نفس اللعاب اللي جي يضغط على زروقي وفي قاعد المباراة ما خلاوهش يدور من بالناصر كانوا يكسروا فيها كانوا يضغطوا على الميليو تيران لكن كانوا يفهموا بأن اللعب كانوا يدوروا هذا المباراة في الشرط الأول كان عندنا صعوبات ولم يمكننا أن نطوروا اللعب ولم يمكننا أن نتجربوا ويوجدت عنه شوفوا في هذا القطاع بالناصر ما خلاوهش يدور في وصل الميدان تلقى الكورا ما مقدرش يدور نحو المرمى عاود ولا للوراء مع المحور بضلان نراتها لاباس بضلان نرات نقص منافسة ما زمن با ما بداش الدور لتونسي وحضرنا عليه وبقتونا بهجمة مرتدة سريعة وسجلوا الهدف تحهم هكذا استمر الضغط تحهم كل شوت الأول في المحور لا يمكننا أن نذهب إلى الأطراف وكان لديهم فرصة سامحة لتسجيل فارس الذي كنا في الفرصة الأولى والقائم هو الذي كنا في الدوزيام من هذا القائم المهاجم مدخل في المحور وبقت بضلان وبقت مراقبة ماندي لم يكن تفاهم بين بضلان وماندي وماندي كان خارج يتبعون ويشوف ما يدخل ويتحول في منطقة العمليات ماندي لم أرى كان قليلا متأخر بل نقص المنافسة كما قلت لكم كانت لديهم بعض الفرص في الشوت الأول حضرنا على الشوت الأول ما نرى أن ندخل في التفاصيل نحن كيف نحن نبغط النيجر كانت لدينا بعض الوضعيات مع برحمة اللي كان يسيم الجهات زروق يعطاله كورا وهذه هي الأخطر فرصة اللي كانت لدينا في الشوت الأول تعلقات فاتعة برحمة اللي تصدى لها الحارس اللي كانت لدينا في النيجر الثالثة لدينا في فغولي اللي سي يسدد عطال سي يسدد من البعيد ما قدرناش نطوروا اللعب بتاعنا على جل أرضية الميدان أرضية الميدان كانت كاريتية وش قلت قعم من القبل على بدران وعلى ماندي وعلى الآخر كنا نخطأوا بزاف للتمريرات لأنه لا يوجد من البعيد لدينا في التيران كما هذا في أي عامل أي خدمة يجب أن تكون لديك ظروف تكون ظروف جيدة لكي تستطيع تعمل الفوتبولر أو اللعبين كورة القادمة لديهم أرضية ميدان وش قدروا يلعبوا يمرسوا كورة كورة قاسيرة وطماريرات فهمت كيفاش لا تقدرش تخدم أرضية ميدان كاريتية وكتقولوا لي النيجر تانية أرضية كيف كيف لينو ليهم صح النيجر موالفين يلعبوا في حصيدة موالفين يلعبوا في هاتين هاتين يلعبوا في السماء لعب مباشر وكذا وكذا مشكلة لم يمكننا أن تكون لدينا ثيقة في التمريرات لإضافية كثيرة توقف تخاف تزلق تخاف تخاف تخطأ تخاف تطمارين على خاطئة تقول لي كيف تخاف هذا هو الأمر يجب لك البلاد هذا هو الأمر يجب لك هذا هو الأمر يجب لك الغلاط هذا الخوف حيث يضمع لا يستطيع أن يدمنح لا يستطيع أن ندور بالكورة هاتين هي اللي تنقص لك من القدرات أرضية الميدان بها ليستطيع إخداموا تحوم بصح أرضية الميدان ليستطيع فاسدة ليستطيع أن تتمارس كورة جيدة جيدا وجدنا على صراتيجية عب الماضي سيك جريناهم كنا نسيوا نجريوهم جريناهم وضغطوا علينا جروا وعطوا قاعد طاقة حمص قدرنا نحبسوهم دفاعيا دوزيان ميطان تبدلت تبدلت المباراة كنا جاهزين بدنيا هنا تشوف الخدمات على المحضر البدني كنا فور عليهم في هذا المجال بونجاح كما هدرت لكم عليه ما نعودش نهضر عليه أعطوني في التعليقات مشاركهم في بونجاح هنا في هذه الوضعية تشوفوا بلغلقونا الأرويقاء عطال ما كاش قادر يطلع في الشوط الأول وفارس كيف كيف ما قدرناش نطلع وكان غير بالرحمة اللي كان يسي في الرواق بتاعه بدون جدوى في الشوط الأول حاولنا ثاني تبدلوا المراكز بين فغولي ومحرز كان يدخل بزاف المحوار محرز وفغولي كان ياخد الرواق هذا يولي للسوء التركيز تعد نيجر اللي ما يعرفوش يتعاملوا مع تبدل المراكز دوكسيين ما نجحتش كانوا متكتلين شوية في الدفاع مي فوالا شوط أول كان صعيب شوية في الشوط الثاني تبدلت العقلية باغتناهم في بداية الشوط الثاني كان شوية كافوية في منطقة العمليات ودخلت دخلوها الروح هم واقع الهدف ضد ضمر معه أنا شتشغول فغولي هو لي تيرامي شبنس الديفونسور هو لي طبحها لداخل من بعد جاءت ضرب الجزال يجابها فغولي ومحرز هو لي سجل بلتماك الماتش تبدل ووزاد سليماني يدخل خلاص لتماك لي منعارج المباراة كي سليماني يدخل ونينا نلقا وراحتنا في الهجوم البلاسمون تعودتها مركز تعود الدكاء وبيانسور التركيز مانطال مونت ما بسيكولوجيا دهنيا سليماني واجد هذيك القوة الدهنية تعا سليماني ليتمكنوا باش يسيطر على الدفاع الخصم بتها مركز تعود بينسور استنجوار خدام خدام وماشاء الله اسطورة كبيرة ووش حبيت نقولكم تحلي اللي يدرتوا عن نيجر طريقة لعبتها عن نيجر ليخليوا مساحات في الارويقة وهذيك يالي بالماضي لعب عليها ما يعرفوش يديروا القليسمان ونقص تماسك بين الخطوط الوسط الميدان والدفاع وبين المدافعين ما كاشل القليسمان ما كاشل تغطية ما كاشل تركيز بس كي يركزوا على حامل الكورة وينسى وشكول اللي راح يدير لإزابيل شكول اللي يطلب الكورة مايراقبوش يراقبوش يقعدوا يشوفوا غير اللي عنده الكورة واستغلين هادالنقطة هادي بالماضي يعرف كيفاش يختارق الدفاع عن نيجر وتشوفوا نفس اللقطة تقريبا دايما نبغتهم بنفس اللقطة ضربة جازة تعفغولي جات هكذاك بالرح معطالوا الكورة في العمق واستغل المساحة ليخلوها له الهدف السادس كيف كيف بالليل يعطى كورة للعمورة يفتح المجال قدر يفتح الدفاع تعالنيجر بلابيل دوبالتاعو بطلب الكورة في العمق وخلوه مساحة للمهاجم خدا المساحة فتح للتاعي اللي درتو قلت لكم اللي يخلوه فراغات من هديك الجهة ولعبوه ضد فرق ضعيفة اللي ما كانوش ياخدو المساحة كان نورمال مو مفروض المهاجمين ياخدو المساحات اللي كان نيجر يخليها احنا عندنا لعبين كبار ومدرب كبير وكانوا ياخدو المساحات ويعرفوا كيف يخترقوا الدفاع بغتنا لهم تانيت بالهاجمات المعاكسة كما هدي اللي راح تمسليماني اللي يعرف يعطي الكورة لبناصر انطالق من الجهة اليسرى دايمن من نفس الجهة دايمن اللي يخلوه فراغات لكم باللي تانيت الأظهارات اللي يطلعوا ومعودوا شيروا بلاسيور واحدهم وخلونا المجال ورحنا لهم بمرتدة وسجلنا هدف ما شاء الله يعني درنا مباراة مكتملة لكن سيناريو كيما قال بالمادي مباراة تتسير مدي بيحتة للنهاية مع اللول عندهم ضغط لازم تتسير الضغط تحهم تجريهم شوية بدنيا نراكوها جد على بالك باللي هو ما راح يكون إرهاق في الشوت التاني دوق ما لازمش تتطانيكي ولا تتخاف ولا تتسرع بالمادي على بالو شاو يدير كيشغل الفيلم كيشغل الفيلم على بالو كيفاش راح يجوز الفيلم ودزيان ميتون تضربهم كيما صارت مع موريطانيا كيف كيف نفس السيناريو وكما صارت مع جيبوتي كانوا حابين يضغطوا علينا مع الأول ومع ذلك ضربناهم بثمانية هذه كورت قادم هي تسير مباراة وشيغل دخل ودريب ليقة عنا طلع الفوق وكذا وكذا فهمت كيفاش دونك فوالا درنا مباراة تاكتيكية تسير مباراة وفي تحليل اللي درتهم قبل عرفتها باللي راح نربحوهم وشي منتخب يخوف عندهم نقاط قوة السرعة في التنفيذ المهاجمين تحهم عندهم السرعة كان لازم يكون الحادر على المهاجمين هذو وكما كان الحال مباراة احترافية أرضية ميدان كارثية حبي النظر على نقاط إيجابية على عمورة وزرقان اللي دخلوا وعطاوا الدفع للهجوم وهذه حاجة مليحة بوداوية شوية ما عطاش يعني إضافة مزرقان وعمورة هما اللي كيدخلوا تتحس حيوية تتحس باللي جابوا حاجة إضافية وهذا أمر إيجابي ولا يعطيكم صحة لتبعتوا الفيديو ونقولكم على بروشين صحيتو